تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رفع فيها معاليه بالغ الشكر وعظيم التقدير والامتنان على تشريف سموه حفل افتتاح دور الإعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى ولما أولاه سموه من بالغ الاهتمام والدعم المستمر لأعمال المجلسين وتعزيز وتوثيق الصلة بين السلطين التنفيذية والتشريعية مما عزز من مكانة مملكة البحرين وجعلها بين مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا وقد أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن التطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات بتعاون الوثيق مع الحكومة الموقرة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى